الدماغ البشري قادر على حفظ معلومات 4.7 مليار كتاب أي معلومات مخزنة ومكثفة في 650 مليون صفحة أي السعة التخزينية كميموري ما يقارب مليون جيجا بايت هذه القدرة المرعبة للدماغ البشري أو العقل لتخزين واسترجاع المعلومات والتركيز وحفظ المعلومات إلا أننا نعاني من قلة التركيز ضعف التركيز النسيان الخرف المبكر والزهايمر المبكر ويضاف لهذا الأمر عدم القدرة على تجميع المعلومات أو تخزين المعلومات واستعادة المعلومات عند الحاجة لها ما السبب الذي يقف وراء حالة أن الطالب يذهب إلى المدرسة على أساس أنه هو أنشتاين ويعود إلى البيت خالي الوفاق أو خالي اليدين صفر اليدين فاشلا كسولا ملك الصفر وليس أنشتاين كما نعتقد وكذلك الأمر نحن ننسى الأحداث التي نمر بها سواء كانت البارحة مأكولات مشروبات أحداث بسيطة وإضاف لهذا الأمر لا نستطيع حفظ معلومة واحدة أو نسترجع معلومة واحدة ما السبب العلم الذي يقف وراء هذه الحالة؟ معلومة مهمة جدا وفيها العلاج ألا وهي كثرة الضغط النفسي والتوتر والضغوط النفسية ترفع معدل الكورتزول هرمون الكورتزول عندما يرتفع ينبه الدماغ ها لدي مشكلة لدي اعتداء فيكون الدماغ تحت بند الحرب أي أنني أصارع من أجل البقاء فيعطي الشعار للجسم تحت بند الصراع من أجل البقاء يمسح المعلومات القديمة ويؤدي إلى عدم حفظ معلومات جديدة فتلاحظ الأشخاص الذين يعانون من الخوف من الأرق من القلق غير قادرين على حفظ أي معلومة وكذلك الأمر غير قادرين على استرجاع المعلومات السادق كيف نحل هذه المشكلة؟ أولا الابتعاد عن الضغوط النفسية والأرق والقلق والخوف فتلاحظ أن الطالب أثناء الخوف لا يستطيع حفظ أي معلومة ولا يستطيع استرجاع أي معلومة خصوصا الخوف من الامتحان أو الخوف من الأستاذ أو من المعلم يضاف لهذا الأمر يضاف للهدوء النفسي والابتعاد عن الأرق والقلق والتوتر النوم الكافي والعميق في الليل وتجنب نوم النهار مارسة التمارين الرياضية تناول مكملات فيتامين بي 12 لدعم الحالة العصبية تناول مكملات الماغنسيوم الماغنسيوم قبل النوم كابسولة واحدة ماغنسيوم عام وليس ماغنسيوم مخلوط بأي أشياء أخرى يضاف لهذا الأمر مكملات الفوسفاتيدي الكولين مكملات الفوسفاتيدي الكولين يعني الأسيتي الكولين يعني التنشيط العصبي والقوة العصبية موجودة على شكل كابسولات من الصيدلية أو تلاقوها بالبيض المسلوق بيضة واحدة صباحا من البيض المسلوق تمدك بالطاقة أو تاخذ الكابسولات أو تاخذ مكملات الجينكو بيلوبا فتلاحظ التنشيط والتحفيز العصبي أنصحكم بهذه الأمور وأهم قاعدة الهدوء النفسي وابتعدوا عن الضغوط النفسية لتنشيط الذاكر وتقوية الذاكر وتقوية الحظ أتمنى لكم الصحة والعافية والسلام عليكم